سيدة فاضلة منتقبة تشتري شيء من أحد الباعة صاحب أحد المتاجر طالبته يعني بأخذ هذه مكان تلك لم تشتريها حتى يعني لا تقوم باستبدالها هي فقط تختار لكن الرجل معادي لأصحاب التوجهات الإسلامية ووضح حتى بعد أن تم القاء القبض عليه بأن له صوابق إجرامية مع الأسف الشديد قام بعمل مغزي قام بركل هذه السيدة المنتقبة الفاضلة بالمناسبة هي تركيا وتوجيه سباب وشتائم وسب للدين وسب مع الأسف الشديد لرسول الله وسب لأصحاب اللحة وللمنتقبات وهجوم على الإسلام يعني حتى كتب في عنوين الصحف كفر وشتم ضرب امرأة في إسطنبول يشعل وسائل التواصل الاجتماعي والصورة التي أمام حضرتكم هي للسيد وزير الدقلية التركي علي يرلي كايا يتحدث في هذه التغريدة للمواطنين بأنه ما جرى بأن تم تداوله من واقعة مؤسفة على السوشيال ميديا وقعت في منطقة الفاتح من ضرب وإهانة لسيدة فاضلة تركية منتقبة وطرحها أرضا ومواصلة ضربها أمر لن يمر مرور الكرام ويعلن السيد علي يرلي كايا بأنه تم القبض على هذا البائع البالغ من العمر 32 عام أي أننا نتحدث عن شاب لكنه شاب يحمل حقد كبير تجاه الإسلام والمسلمين ولا يمت بصلة للشعب التركي وأمام حضرتكم لحظة إلقاء القبض على هذا المجرم صاحب السوابق الإجرامية الذي قام بضرب هذه السيدة لأنها منتقبة وفي معقل الفاتح في معقل أصحاب الترجوهات الإسلامية بمدينة إسطنبول طبعا إسطنبول